وفي مقابلة خلال نشرة سابقة قال القس هاني عزيز رعي الكنيسة الإنجلية الوطنية في البحرين ورئيس جمعية البريارق البيضاء قال إن جلالة الملك المفدى دائما ما يؤكد على السلام وهو أمر متوارث فسلام البحرين ينتقل من البحرين إلى الأشقاء وإلى الجران وإلى كل العالم وهذا السلام هو سلام مبني على العدل ومبني على الاحترام فدائما البحرين بتمد إيديها وفتح قلبها للسلام وجلالة الملك حقيقي هو الرجل السلام ملهم السلام وهو دائما يعطي في خطبه وفي كلامه لا يخلق أبدا أبدا في كل خطبة وفي كل كلمة عن السلام فهذا السلام هو متأصل في جلالة الملك تورثنا من الأجداد إلى الأبناء إلى الأحفاد جلالة الملك بإنشاؤه مركز جلالة الملك للتسامح والسلام والتعايش السلمي هذا المركز هو منارة للأشقاء منارة للجران منارة لكل العالم فهو فيه إشعاع رائع جدا لمفهوم السلام ومفهوم التعايش السلمي من هذا المركز إلى كل العالم جلالة الملك الكل يحترم البحرين والكل يقدم ويقدر ما تفعله البحرين بقيادة جلالة الملك في ثقافة السلام في تجزيد التنوع ترجمة نانسي قنقر